اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكل ضلالة في النار اخواني واخواتي اوصي نفس الخطاء واصيكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يقول ابن القيم في كتابه القيم اعلام الموقعين الشريعة عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها ومصلحة كلها فكل مسألة خرجت من العدل الى الجور وعن الرحمة الى ضدها وعن المصلحة الى المفسدة وعن الحكمة الى العبث فليست من الشريعة وان ادخلت فيها بالتأويل وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وغد ابتليت امتنا واقول امتنا الولاء الديني بهؤلاء الجاهلين وخطاب ديني يخلق ازمة عند المسلمين ازمة مع انفسنا وازمة مع المجتمع ولكن تبقى دائما هذه القاعدة ابن القيم لكل مسلم اذا اسمعت خطاب ديني او رأي او فتاوى تأتي ضد مقاصد هذه الشريعة وهي الرحمة والمصلحة والحكمة فليست من الشريعة وان ادخلت فيها بالتأويل وسأعطي مثالا لذلك احنا الان على ابواب الانتخابات خرشنا بالانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية هذا لا يعني ان الامام يدخل في امور السياسة من القانوننا الفرنسي ومن ثقافتنا الفرنسية رجال الدين لا يدخلون في السياسة معنا سياسة امور هذا البلد ولكن نعطي قيم لتوجيه مش المسلمين فقط قيم اخلاقية لتوجيه ارائنا وعملنا السياسي من هذا الباب الان في الاريزوسوسيو الشبكة الاجتماعية ارى تأويل الجاهلين تحرم على المسلمين ان يشاركوا او يصوتوا في الانتخابات وهذا امر خطير ويستشهدون يأتوك بآيات القرآن الكريم صورة براءة مثلا صورة التوبة براءة من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بنؤ من المشركين ورسوله ويأتون بقوله عز وجل في صورة المائدة الآية 51 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض حتى خير بدون النظر في القواعد لتأويل هذه الايات غال عقلا او الضمير الانساني يعلم ان هذا تأويل الجاهلين يقول لك هذه موالاة للمشركين وموالاة اليهود والنصارى وستشارك في انتخابات ستصوت على قوانين تخالف الشريعة نطبق علي هذه الآية ان هذا الدين دين رحمة ودين مصلحة وهذا نوع من تأويل الجاهلين يأتون بآيات وأحاديث ويضعونها في قير محلها هذا الولاء يتكلم عنه هذه الآيات ولا سياسي الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كرسول كما قلنا مرارا ولكنه كرئيس لأمة نحن أمة واحدة كما قال في وثيقة المدينة نحن أمة واحدة من هذه الأمة فيها المسلمين واليهود والمشركين أمة واحدة وكان عنده عهد مع قريش فنخضوا هذا العهد عهد الحديبية وأعلنوا الحرب ضد رئيس المدينة نسموه جعا الرسول عليه الصلاة والسلام ورئيس دولة فالله سبحانه وتعالى يطلبه ويطلب بعض القبائل خاصة في المدينة من الأوسى والخزر أشكت عندهم عهد مع قبيلة يهودية أو مع النصارى في قزو التبوك أنهم لا يبقوا مع هذا العهد بمفهومه السياسي الوطني فقط لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم وفي نفس الوقت كانت هناك عهد وولا بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقبيلة خزع من المشركين فهذه مسائل سياسية وطنية هناك الولاء الديني ولا يقبل وهذه هي العلمانية العلمانية خاصة بمفهومها الفرنسي لا تقبل الولاء الديني بل تحترم العقائد والشعائر الدينية لا يقبل منك واحدا أنك الولاء الديني ولا تصبح يهوديا أو نصرانيا أو تعترف بعقيدة النصارى في التثليث هذا لا يقبل منك بل قانون يحميك ويحمي العقيدة أما هناك ولاء وطن نحن أمة واحدة بل أزيد على ذلك الواجب هو حب الوطن كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمكة وهي مشركة وتحاربه يا مكة والله إنك يحب البلاد إلي ولولا أهلك أخرشني لم أخرشت هذه مكة فما بالك ببلادك وولاء مع المشركين وولاء مع النصارى والولاء مع اليهود هناك الولاء الوطني وهو من باب الاعتراف من باب حب الوطن يا مكة ويا فرنسا إنك أحب البلاد إلي الدفاع عن الوطن وحب الوطن وعقد أوفوا بالعقود هذا هو فيجب أن نطبق دائما هذه القاعدة لابن القيم رحمة الله عليه أن الشريعة كلها مصلحة وكلها رحمة وكلها حكمة فنطبقها في جميع العرائل لكي نحمي ديننا ونحمي وطننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لها لما يحبه ويرضاه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا وادعوه وأنتم ممكنين بالإجابة ترجمة نانسي قنقر